معنا على التليفون دكتور سالي فريد أستاذ الاقتصاد ورئيس قسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الافريقية العليا بجامعة القاهرة أهلا بك يا دكتور أهلا يا فندم أهلا بحذرتك كله تمام تمامي فندم يعني بدون صوت لصوت حذرتك في كل ما يعني تفضلت به ذكرت أن الدول الافريقية أولوية أولى بالنسبة له وطبعا مصر معها أيضا فهي يعني جزء من القرى الافريقية في أنه تحقيق التنمية على أولى اهتمامات تحقيق التنمية ليس فقط لمصر لكن لجميع الدول الافريقية لأنه فكرة أن الدول الافريقية جميعا شركاء في التنمية معا وتحقيق التنمية للجزء بالتأكيد سوف يوفر هذه التنمية للكل مما للشكل فيه والمصر طبعا يعني هما شركاء في ذلك وهذا ما أكدت عليه مصر وكلمات الرئيس السيسي جميعها يؤكد على ذلك فإن التنمية هي أولى أولوياتنا ليس لمصر فقط ولكن للدول الافريقية فبشعر أن الرئيس السيسي بقى هو المتحدث وأهم المتحدث عن القرى الافريقية ولا يخلو محفل سواء المستوى الاقليني أو الدولي إلا لما يعرض مشاكل القرى كأنه يعني يحملها على كتفية صحيح 100% طب دكتور سالي من المنطلق ده ومن هذه الزاوية والرئيس تكلم في جزء من كلمته على إزاي نقدر إحنا كدول افريقية مختلفة إن إحنا نبدأ نعيد النظر في أمورنا الداخلية وفي بنيتنا الاقتصادية وفي الشروط المطلوبة مننا حتى نستطيع الحصول على حزم تمويلية أو حزم استثمارية من الجهات المانحة أو الممولة في أوروبا أو العالم كله إيه اللي إحنا محتاجين نشتغل عليه في هذه القرى بحيث نقدر نحصل على هذه الأرقام اللي تحدث عليها الرئيس هو بالتأكيد الدول الافريقية بدأت إنها تحاول ترتب أوضاعها من الداخل وكان ده في شكل خط التنمية إفريقيا عشرين تلاتة وستين واللي جزء منها أيضا رؤية مصر عشرين تلاتين ومدى اتصاقها والربط الشديد ما بين رؤية مصر وما بين خط التنمية إفريقيا عشرين تلاتة وستين بتحاول أفريقيا إنها ترى إن التنمية هي أولوية أولى وإنه ده مش هيتحقق إلا من خلال موارد ذاتية للقرى الإفريقية فكرة الاعتماد على الموارد الأجنبية هي مرحلة لكن لابد أن تكون مرحلة مؤقتة لكن تحقيق التنمية دي لابد أن يعتمد على الدول الإفريقية في الأساس لكن لا نستطيع أن نقفل أن ما يحدث ممر به العالم سواء من جائحة كورونا ثم الحرب بالروسية الأوكرانية أثر على الدول الإفريقية جميعها وأثر على قدرتها التنمية وأثر على فكرة إنها تستخدم مواردها المحلية أو الذاتية لتحقيق التنمية وده بالإضافة للضغوط التدخمية الشديدة اللي بيعاني منها العالم فهي مش مشكلة متعلقة لا بمصر ولا بالقرى الإفريقية كدول فرادة قد ما هي مشكلة بتمث العالم أجمع والمؤسسات الدولية عليها عدد كبير جدا لأنها شريك أيضا في منظومة هذا العالم ففكرة إنه تكون الشروط التمويلية في جهة والدول في جهة أخرى وفي ظل ما تعلنوا مؤسسات التصنيف الاعتماني من تخفيض التصنيف الاعتماني للعدد كبير من الدول الإفريقية بالرغم أن هذه الدول اللي بتم تخفيض تصنيف الاعتماني هي دول أحرازت قدر كبير وقطعت قدر كبير في تحقيق التنمية وبالتالي جاءت مؤسسات التصنيف الاعتماني كأنها في معزل أو في برج عاجي عما تمر به الدول الأفريقية وما يمر به العالم الذي تأتي ظروف التي عيشها الدول الأفريقية خارج فعلا سيطرة الدول الأفريقية عليها وبالتالي فكرة أن المشروطية تتغير والانتزامات يتم جدولتها وأن المؤسسات الدولية تساعد على ذلك ومنها بنك التنمية الأفريقي أنا أشوف البنك دوره مهم ومحوالي جدا داخل القرى الأفريقية بيقدم مشروعات تمولية وإقليمية كثيرة في ظل ما تمتلكوا الدول الأفريقية من فرص لجذب الاستثمار متنوعة وشديدة التنوع في مختلف القطاعات يعني مثلا لما نشوف أن البنك الدولي حد بأن أفريقيا بتحتاج 93 مليار دولار على مستوى البنية التحتية لا تزال تحتاج 93 مليار دولار في استثمارات البنية التحتية فقط كما أوضح الرئيس السيسي اليوم أن أفريقيا تحتاج حوالي 200 مليار دولار لتحقيق التنمية فهي المعدلات ضخمة جدا بنك التنمية الإفريقي ما أوضح أنها لا يمتلك سوى 2 و 2 من 10 مليار دولار منهم يعني فنسبة وتناسب محدودة فإحنا في استمرار محتاجين للمؤسسات الدولية أنها تساعد وتقوم بدورها تجاه الدول الإفريقي طيب قد يكون جزء من العوامل المعطلة لو صح التعبير أنه إحنا في إفريقيا يجب علينا أن إحنا زي ما بيتقال كده نعمل الهومورك بتاعنا علشان كمان المؤسسات الدولية تبدأ تنظر إلينا بنظرة أكثر إيجابية أو تفاولا في بعض الأحيان تبدأ تستجيب يعني تشعر بأنه في بارقة أمل وأنه الدول الإفريقية ستساعد وستستجيب وستقوم بتنفيذ هذه الالتزامات يعني هو من جانب أنه الدول أو المؤسسات الدولية تخفض مشروطيتها وتخفض قدر الالتزامات كاستجابة لما يمر به العالم من ظروف مختلفة ومن أزمات مختلفة وسريعة التدفق يعني الأحداث العالمية أصبحت يوميا متلاحقة قبل كده كان بيبقى فيه فترات أطول نسبيا تساعد الدول على الاستجابة أو التكيف مع الصدمات أو التأقلم مع الأحداث لكن الآن الأحداث أصبحت متلاحقة فوق قدرة الدول على أنها تتأقلم أو تتكيف طيب هل ويمكن قد يكون ده سؤالي الأخير يعني يجوز هل أنه زيادة حجم التبادل التجاري ما بين القرى أو دول القرى وبعضها البعض من الممكن أنه يخفف من حدة ووطئة هذه الأزمة الاقتصادية بتاعتنا إحنا كقرى نقدر بيها نعدي ولو جزء من هذا الطريق هو أحد الأطول طبعا الفعالة جدا يعني منطقة التجارة الحرة القرية وتنفيذ الدول الأفريقية للتزاماتها وقطع شوط فيها بيسهل هذا الأمر وبيدعم العلاقات التجارية حجم التجارة البيانية الأفريقية 20% من إجمالي حجم تجارة أفريقيا لكن نحن أيضا أمام معضلة بتعوق التجارة والتجاري في إفريقيا أنه هيكل التجارة الإفريقية هي متنفسة أكتر منها متكاملة يعني في تشابه في هيكل الإنتاج معظم الدول بتنتج نفس هيكل الإنتاج أو نفس حزم السلع فبجي يخليها طول الوقت في احتياج مع العالم الخارجي لكن مع قطع شوط أكبر في منطقة التجارة الحرة القرية مع تنفيذ التزاماتها وتنفيذ تسهيلات التجارة بتتباين هيكل التجارة وبالتالي ده بيدعم حجم التجارة التبادل التجاري وبالتالي على المدى الطويل بيقل مدى احتياج أفريقيا للعالم الخارجي وبيقل مدى احتياجها واعتمادها الشديد على التمويل الدولي أشكرك جدا دكتور سالي كل شكر دكتور سالي فريد كل شكر ليكي أستاذ الاقتصاد ورئيس قسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الافريقية العليا بجامعة القاهرة